أهلا وسهلا برج الحوت أحلى بنات الحوت والله هلا والله بنات الحوت اللي أنا بعشفهم يعني وبحب الوقت اللي بقضيه مع الأصدقاء اللي من برج الحوت خاصة من بنات ما يزعلوا مني الشباب برضو فيه شباب كمان بعرفهم برج الحوت لكن يعني حلو أنه الواحد يقابل شخص مثل برج الحوت برج الحوت برج مضحي برج الأم والأب ما بحكي الأم والأب اللي هم الحقيقيين لا بس هو بحاول يكون أمك أو أبوك بحاول أنه يزبط لك أمورك إذا كنت صديقه أو أخوه بنسح حاله وكتير يا سلام على القراءة قدش حلوة رائعة خاصة آخر كرتين برج الحوت برج الحوت برج الحوت من مواصفاته إنه إنسان رائح بمعنى الكلمة بنت الحوت بنت كتير حنونة لكن لا تظهر كتير خوفا من إنه الناس يستغلوا هاي الطيبة لكن برج الحوت بالنسبة للشاب هو شاب قوي جدا ناجح في عمله عنده حنان كمان مثل بنت الحوت ما بيظهره ما بيظهره إلا للقريب كتير كتير منه وهذا ذكاء طبعا كمان هو معروف بالحكمة برج الحوت بنت الحوت والشاب حكيم جدا ما بياخد قرار من أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لأ بدي يدرسه عرواء والأمور تكون كلها تمام وكذا وهذا ويستخير ويستشير بعدين يعطي قراره في الموضوع برج الحوت قالت كانت مو حلوة صراحة وهم عارفين أنا عن شو عم بحكي ما كان حلو أبدا لكن ما نحكي إنه قرينات حلوة لا من بداية الأشهر برج الحوت أظن إنه شاف نتائج حلوة لشغله اللي كان من 2015 ل2018 الحلوة بالموضوع إنه يا برج الحوت الأمور مش بس من شهر واحد لستة حلوة لا كمان من ستة لأتناش كتير 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 حلوة المتزوجين واللي عندهم أولاد أولادهم رح يسببوا لهم فرحة كبيرة ما بعرف هو نجاح بالثانوية العامة نجاح في المدرسة يعني ما بعرف شو هو بس العائلة رح تسبب لك سعادة كبيرة وخاصة للأطفال أو الأولاد رح تجيك سعادة كبيرة من عندهم وهذا مش غريب على فكرة هذا لأنه إنت مهتم فيهم أساساً في نشقتهم للأطفال بتهتم بتفاصيل التفاصيل ما بتتأخر عنهم ولا شيء لا بمادة ولا بعاطفة ولا وهذا بينطبق على الأولاد وعلى الزوج برج الحوت مخلص جداً 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 بالنسبة للشمب وللبنت لكن للأسف بتعرضوه دائماً لأشخاص مش بنفس الاستقامة كان مجروح بوقت من الأوقات بس هو زي ما نقول اتعود على الجروحات فصار يعرف كيف يتعامل مع العالم اللي حواليه بطل ينخدع برج الحوت ووصل لنقطة أنه بطل ينخدع بولا شخص أو بيهتم بحيثيات الأمور قبل ما يفوت أي موضوع فهو إنسان مجاهد يعني مكافح من الدرجة الأولى وما بمل ما عنده نهاية أنا خلاص وصلت اكتئاب وما بديه وكذا بتلاقيه خلاص اليوم أنا إيه لو خلاص أنا متائب وكل الأمور مضابطة وكذا هذا هو برج الحوت بكرة بصحة الصبح يعني كل الطاقة اللي في الدنيا فيه وهاي شغلة بتجنن شغلة حلوة في عنده سعادة كبيرة على صعيد زي ما قلنا الأطفال وعلى صعيد الشغل كمان بالشغل في أمور ما كانت يعني ماشية بمجراها الصحيح رح كل شيء يزبط ويرجع لمكانه فيه أسرار بالشغل رح يعني تنفضح أو الكل رح يعرفها ونتيجة هاي الأمور أو التصحيحات الكبيرة اللي في الشغل رح حواليك رح يعرفه إيدك إيش أنت وإيش كنت وقديش أنت كنت مظلوم يهرج الحوت ويعرفه طيبتك وشخصيتك الأصلية ويعرفه أنك أنت كنت داير بالك على الشغل ورح ينعرف الإنسان الطيب من الإنسان الخسيس هاي الخساسة كلها من حياتك يعني إحنا خليني أقولكم معلومة إحنا في حياتنا كل فترة بحاجة للفلترة فبعد ثمانية هدول ثلاث أشهر يا برج الحوت رح يكون فيه فلترة الأشخاص السيقين كلهم رح يروحوا من عندكم رح تخلصوا منهم بالتي هي أحسن وكمان اتكملوا بطريقكم بدون ما يأثر عليكم الموضوع في أي شيء فيه غدر في العاطفة كان فيه من قبل بس أنت تخطيته كمان وخلصت منه الآن في عندك أشخاص جداد أنا بقول أشخاص مش شخص واحد فمن الأفضل أنه أنت تطلع اللي حواليك تنسى الماضي بجروحاته بمشاكله بالحزن وتطلع لقدام كتير فيه أشياء حلوة وأكيد لدي الوقت ما رح أشرح كتير أكتر من هيك لأنه يعني من بساطة الكروت بقولك باختصار أنت خلصت من الكتير ما ضل إلا القليل بدك تستحمل شوي لأنه نهاية السنة عندك أفراح كبيرة كبيرة مش لإلك كمان لصديق أو صديقة لإلك يعني فالحلم الشخص اللي أنت كنت تحلم فيه حيظهر في حياتك بالفترة الجاي بس أهم شي ما تضيع من إيدك زي ما ضيعت أمور كتير من إيدك يا برج الحوت بسبب البطء في اتخاذ القرار وأحلى يعني من أحلى القراءات صراحة هنيئاً لكم ويا رب تتحقق للي شافوها من برج الحوت أحلى برج وغود لك يا برج الحوت وبتمنى لك فترة كتير سعيدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة